تحياتي في حلقة كنت ناوي أصورها قبل أيام بس تأخرت والحمد لله أني تأخرت ليش؟ لأنه لما طلع اليونان ميس تتكلم في المقابلة الصحفية اللي تتكلم فيها عن بقاءه لفت امتباهي كلامه عن مواجهة بايرامينا أنه كان يبدو في جهزية نفسية للجميع أنهم يخسروا بس مش يخسروا تمانية اثنين يعني آه عارفين أنهم قويين بس مش لهذه الدرجة مش لهذه الطريقة هنا صار في مشكلة جديدة عم تتكون في برشلونة لما سمعنا أنه فيه لعب بكى في أنفلت بعد هدف مقابل لا شيء لما سمعنا عن التوتر ومشاكل في روبا بالقياب والفريق اللي سيب الأهل بسهولة طبعا قبل ما تصير الرومونتاد الشهيرة لما تشوف اللي بيصير عند هذا الفريق برشلونة فقد عنصر مهم من العناصر الأساسية اللي كانت عنده وعنصر أنه ما بيخاف من حد برشلونة هاد أصبع بخاف من أي حد هذا العنصر الذهني مرعب جدا عند برشلونة الفريق أصبح مرتبك أصبح فاقد الثقة بنفسه صار نشوف لما ريال مدريد يضغط وبرجع يدافع بسهولة وما بيحاول يطلع صار نشوف سيناريوهات ما بتليق في برشلونة وأعتقد هذا أسوأ شيء في برشلونة الحالي هذا هو فعليا أسوأ شيء في برشلونة الحالي ربما أذكر يوما ما ريال مدريد مر في هذه الأزمة تذكروا سقط حتى مع الكوركون أربع سفر فأيجا مورينيو مورينيو قدر يعالج هذه الناحية ربما ما جاء بالعاشرة بس ما أعتقدش فيه مدريد دي عادل بنكر دور مورينيو بإخراج الفريق من المرحلة النفسية المهتزة العجيبة الغريبة اللي كان يمر فيها ولما سألوا يوما ما عن الكوركون أنه سقط أربع سفر قالهم لو ما عايب أتبحهم انتهى الموضوع يعني فيه بعض الأحيان محتاج مدرب مش يجيب ألقاب محتاج مدرب مع أنه مورينيو جاءب ألقاب للعلم محتاج مدرب يخرجك من الأسوأ شيء عندك أسوأ شيء عندك الآن فريقك حالته الذهنية ننسى الحال البدنية لأنها مسألة تتحل المدرب فريقك حالته الذهنية متدنية لدرجة عجيبة غريبة لا تلق فيه فريقك يوما ما كان اللي يوضع قرعته مع برشلونة يبلش يصلي ويدعي الله يستر الآن تغير هذا الوضع هذا هو أخطر شيء على برشلونة وهذا هو فعلا أصعب شيء على برشلونة فهل كومن عنده الشخصية حلها شكرا